بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أحسن الدعاء هذا الدعاء الذي جاء بخط الشهيد رضوان الله عليه وقال بأنه من أحسن الدعاء والأفضل بأن تقرأه ولو مر واحد في حياتك كي تأمن عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إن شاء الله تعالى اقرأه مرة واحدة في حياتك كي يحسن الله سبحانه وتعالى عاقبتك تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم لا تمتني في غمرة ولا تأخذني على غرة ولا تجعلني من الغافلين اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها ولا تزوها عني ولا ترغبني فيها وأحيني سعيدا وتوفني شهيدا اللهم إني أعوذ بك أن تجعلني عبرة لغيري وأعوذ بك أن أقر لمعصيتك لذر نزل بي اللهم إني أعوذ بك أن تؤدبني بعقوبتك اللهم لا تكنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع اللهم اجعل خير عملي ما قارب أجلي اللهم أصبح ذلي مستجيرا بعزك وأصبح خوفي مستجيرا بأمنك وأصبح ظلمي مستجيرا بعفوك وأصبح جهلي مستجيرا بحلمك وأصبح فقري مستجيرا بغناك وأصبح وجهي البالي الفاني مستجيرا بوجهك الدائم الباقي الجميل الكريم اللهم أصبحت لا يمنعني منك أحد إن أنت أردتني ولا يعطيني أحد إن أنت حرمتني اللهم لا تحرمني لقلة شكري ولا تمنعني لقلة صبري وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام